مع اقتراب موسم الحصاد في عموم سوريا وبالتحديد في الحسكة أو كما تعرف بخزان سوريا الزراعي والتي تمول عموم المحافظات السورية بالقمح والشعير بالإضافة إلى تصديرها إلى الخارج وبالتالي تشكل العمود الفقري لاقتصاد سوريا الزراعي لكن هذا العام ولأول مرة تشهد المحافظة مشكلة خطيرة ألا وهي نقص المساحات المزرعة بالقمح بسبب لجوء الكثير من مزارعي المنطقة إلى زراعة البقوليات نقص مساحات القمح والشعير المروي وذلك عدد عوامل أولا لارتفاع سعار المازوط والأسمدة التي كانت تقدم من قبل الدولة لوجود صعوبة أو عدم وجود إمكانية عند المزارعين في الشراء هذه المواد أدد إلى ترك مساحات واسعة من الحنطة والشعير لجوء المزارعين إلى زراعة الكمون الكزبرة والحلبة لأسباب عديدة أهمها وأولها الفائدة المادية من مبيعها بالإضافة إلى عدم احتياج هذه الزراعات إلى الدعم الحكومي كما هو الحال بالنسبة للقمح والشعير لكنها بالمقابل تهدد مستقبل القمح في حال لم ينتبه المسؤولين والمزارعين إلى هذه المشكلة الخطيرة في وقت يعاني مواطن مدن الحزكة من إهمال في الأفران الآلية الحكومية نتيجة استخدام القمح الفاسد في مادة الخبز بالنسبة لزراعة القمح بهالسنتين صار قليل بالنسبة للقمح لأن المزارع يوردون للحكومة الحكومة حصرا تشتريه بأسعار التي تحددها الحكومة والمزارع يخاف كمان مثلا الحكومة تنهار يوم ورا يوم يعني سنة ورا سنة ويمكن ما يستلم فاتورته بالنسبة لزراعة الحنطة صارت قليل أكتير بالمنطقة أكتريتها صارت حلبة وكمون وكذبرة يعني هيك شيء يعني لو يضل هيك بالمنطقة مثلا من منطقتنا يضل هيك بالحنطة يصير مثل قطن نقل النظام حصة الحسكة من القمح إلى مراكزه في الساحل ودمشق وضعف التمويل والدعم الزراعي من مؤسسات النظام بالإضافة إلى خمول حكومة الاتلاف وتطنيش الإدارة الذاتية لمشاكل المزارعين كلها أسباب تهدد مستقبل زراعة الحبوب في الجزيرة السورية سنات والأخرى تتقل زراعة القمح في الجزيرة السورية وبحسب المزارعين إذا لم يتم حل هذه المشكلة ستشكل خطورة كبيرة في السنوات القادمة من ناحية توفر أهم المواد المعيشية ألا هو هو القمح جوان الكردي أورينت نيوز ريف الحسكة